اشتركوا في القناة 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 والتوليد وعضو المجلس العربي لامراض النساء والتوليد وتأخر الانجاب اهلا بيك دكتور حكرا ايمن اهلا بيك والله دايما مقدمتك يعني بتبقى مختصر الحلقة كلها يعني فعلا بجد بجد انت انا خدت باية دلوقت ان انت تزكترت ناسها وتوليد ولوا يعيدوا المظلومين مظلومين جدا في كل حاجة شغال في التوليد مظلوم شغال في الحقن المجهري وتأخر الانجاب مظلوم في جملة في الدراما على فكرة مخيفة تقولك ايه الدكتور توليد ايما كل الستات بيولده من زمان اوي من غير حاجة زي مش مقبول ان الستة وهي بتولد يحصلها ايه مضعفات الله ما قلوك الستات بتولد ويقولك تعجمان كانت الستة بتبقى تخبز العشدة بتقلت الزرامة كده وبعدين يجي لها طلق الولادة تقوم تولد وترجع تكمل الخبيث مش بقبول منه اي اي شيء هو بيعمل حاجة مش محتاجة دكتور اصلا يعني وكمان زي ما حالك قلت دلوقتي الحال المجالد اه خلال هنسحب البويضات ونحينا اه بالزبط اه الموضوع سهل وبسيط جدا فانا اكتشفت فعلا دلوقتي الدكتور النيست ده مظلوم يعني في جميع المجال يعني الواحد ابتدى يركز في قصة الاخصاب المساعد والحال المجالي لذا اكتشفت فعلا سبت التوليد شغال في الاخصاب المساعد انت مظلوم مظلوم هي الحقيقة ان لان احنا التخصص الوحيد في ميزة وعيب انا بعتبروا دايما سلاحظوا حدين وانا بشرحها للزوجين لما بيقولي انتوا جايين لي مش مرضى انتوا مش مرضى انتوا جايين بتحاولوا تزودوا حاجة على حياتكم عشان كده لازم كل حاجة ما عندهمش مرض معين ما عندهمش مرض معين لو ما عملناش الاجراء المعين او العملية المعينة او خدنا دول معين المرض اللي عندهمش هيزيد ويتفشى وينتاشى ما عندهمش مرض لا دول اتنين اصحاء سلام جايين عايزين يزودوا حاجة على حياتهم فلازم اععد اشرح معاهم بالتفصيل كل الخطوات اللي احنا هنعملها ولازم يفهمين نسبة النجاح ونسبة فرص حدوث الحمل اللي كلها بالتفصيل والخطوات اللي احنا بنعملها انا بحب دايما حتى ايه قعد ارسم ارسم لهم الوضع ونفاهم التفاصيل كلها عشان الفعلا الصورة الغلط او الفكرة الغلط اللي موجود زي ما كانت في الفيلم هي بالزبط زوجة الدكتور قالت له ما كل الستات بتحمل اه اشمعنا اه انفعلت اوي اه انفعلت اوي اه انفعلت اوي انا محملش الفيلم ده عجبك ولا فيه نقاط فيه بدقيقتك الا اه يعني فيه نقاط ايجابية وفيه نقاط سلبي انا اللي دايقني في الفيلم ده الشكل الكوميدي اللي اتاخد للور اه اه دي حقيقة لانه المريض دي حقيقة دي حقيقة البحث على الانجاب بيبقاش يعني بيبقى مش المفروض ان احنا نتعرض دي حقيقة دي حقيقة يعني انا بق يعني دايما بقول حتى للطاقم المتواجد معايا ودي مش مسالية بجد طاقم المساعدة اه اه كوميديا مش لازم اشوف حالة مرضية عشان اه اتريع عليها انا لازم لازم بقى فاهم كل طاقم المساعدين اللي موجودين انتو اللي جايين لكو دول نفسيا متأثرين اه عندهم ازمة نفسية عنيفة ماينفعش اتعامل معهم غير وانا عارف ان فيه ازمة نفسية عنيفة لازم من الاول تبقى نفاهم الزوجين ان احنا اه احنا جايين بنحاول نزود حاجة على حياتنا في الاول وفي الاخر دي هتبقى مشيئة ربنا سبحانه وتعالى ربنا جعلنا سبب في ان تزيد الحمد لله رب العمين ما حصلش الحمد لله رب العمين انت مش جايلي بمرض او انت جايلي بمرض هيتفشى وينتشر وحياتك هتنتهي يعني حتى لما بتنهار السيدة بالزرط زي ما حالك قلت بالزرط هي دايما الزوجة اكتر واحدة بتنهار يعني الراجل بيحاول يبقى متماسك وبينك في الموضوع بتاعكو ده الستة هي اللي بتتعب اه هي بتتعب قوي صحيحة الحال لنجاري الراجل ما بيحشى الراجل بيعم الا بقى لو الراجل دخل في عينة وقصة تانية دي قصة هو الراجل بيبقى تعبان من اها تانية مادية مادية اه مادية اه والله في الجلع بيط يعني اه فلما بيطلع اختبار الحمل سلبي اه ومبيحصلش حمل فبقول لها طنهار بتتدايق بقول لها ما قلتلكيش ان التحليل طلع ان قدامك ستة شهور لازم تكتبي وصيتك وتشوفي اه مين هتولى المسئوليات اللي عندك انتي انتي مش جاية لدكتور اورام بيبلغك ان التحليل بتاعك طلع ان عندك مشكلة خبيثة لقدر الله لا احنا بنتكلم من البداية ان احنا هي رحلة وقتيفة احنا بنحاول واحنا بالذات مش مش اول مش نهاية يعني عشان خاطر تطلع اختبار الحمل سلبي اول مرة معنا انا خلاص انتي مستحيل تحملي ده احنا اكم من الحالات وبالذات في حالات الحالات ده احنا دوس الحمل غير معلوم السبب احنا كنا تكلمنا فيها كتير قبل كده وكراهما قبل كده ان 25 من حالات تأخر الانجاب غير معلوم السبب وممكن اوقات كتير قوي يجي الزوجين ويعملوا حق المجهري وما يحصلش حمل في الحق المجهري واحنا بنجي نحضرهم بعد كده للاعادة قبل ما يخشوا دورة الاعادة تكون حملة طبيعي الخطوات اللي احنا بنتخزها احيانا في الحق المجهري الواحدها بتكون كأنها فكت الجمود اللي كان موجود هو قد بعد كده ان خلاص جزء من 25% احنا ما كنش حارفين ايه السبب احنا عالجناه من غير ما نحس واحنا بنعمل محاولة الحالة المجهري الاولانية سواء بالتحضير سواء بالادوية سواء بالتنشيط سواء بالمنظر الراحمي سواء سواء حاجات كتير قوي بنعتبر ان هي فكت الجمود اللي كان موجود وربنا ازن وحصل حمل هي الفكرة كلها ان زي ما قلت علىك احنا عندنا سلاح زوحدين اه انا لما هبلغك ان اختبار الحمل سلبي هوان مش ببلغها هي بتبقى جيالي معاها اختبار الحمل بتاعها سلبي من البداية انا ما قلتلكيش ان دي نهاية الرحلة ان خلاص المرض بتاعك انتشر لا احنا بنقول ان اول محاولة لسه ربنا سبحانه وتعالى لم يأزم فيها بان يحصل حمل ف لازم يبقى من البداية الزوجين يبقى عندهم هذا الاستعداد النفسي ولازم يبقى عارفين ان نقطة الحمل بالذات بالذات ده رزق بيد ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى واضح وصريح فيها تماما الاية رقم خمسة من صوت الحج دي معجزة ربنا فيها بيقول ونقره في الارحام ما نشاءه الى اجل المسامة صدق الله عظم احب اقول لها حلالك ان الاية دي اعوذ بناشتردين بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم اوى الناس وان كنتم في ربي من البعث فانا خلقناكم من طرابا ثم من نطفة ثم من عاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقره في الارحام ما نشاءه الى اجل المسامة دي آية فيها اعجاز عظيمة احب اقول لها حلالك ان جزئية غير اه تتطوير لا وجزئية المضغة غير مخلقة دي دي اختلفت فيها التفسيرات كتير جدا من درجة ان هما مؤخرا ابتدوا يقولوا ممكن تكون المضغة غير مخلقة دي هي المضغة عن طريق الحل المجهري لانا ربنا ربطها بكلمة لنبين لكم ربنا بيين لنا المضغة دي فعلا عمرنا ما كنا ممكن نتخيل المضغة دي غير لما شفناها تحت الميكروسكوب الجنين اللي احنا بنزراعه ده المضغة اللي احنا بنزراعها دي لما بنشوفها مجموعة من الخلايا تحت الميكروسكوب ونشوف ازاي لا والستيجز دي من العلم والستيجز دي قولها لا وان انت تشوف البني ادم ده وكسو العظام باللحم وهم عامين اللي كان عارف يعني ان اللحم العظم بيتكون وبعدين العقل لا والمضغة دي لما لقوا ان كمية الديان ايه اللي موجودة فيها لو اتفرد كمية المعلومات اللي موجودة في المضغة اللي شايفينت على الميكروسكوب دي تساوي تريليونات الكليومترات لو اتفردت كده هوت بالطول طيب اهو معلم اهو ده دلوقتي ده ده المعلم ده متقدم كمان اه ده متقدم اه ده متقدم جدا بكده التاسع اه 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 ده بشتاعت الميكروسكوب اه فاتخيبها حالك لما دلوقتي يخترعوا مايكروشيب مسلا مصغرة فيها تيرابايت من المعلومات مسلا ولا حاجة لا اللي تحت الميكروسكوب بقى المضغة دي فيها تريليونات المعلومات من الديان ايه واحنا بنحطها ويجي في الاخر ان سبحانه وتعالى يقر ما يشاء في الرحم هو هيأذن وهيشاء ان هو يقر الجنين خلاص لم يشاء مش هيقره بس نيجي في الاول في الاخر احنا مش شيوخ احنا كاطباء وعلماء المفروض ان لو جات لحالة لم يحدث حمل بعد محاولة الحمل الميكاري انا لازم اخذ معها خطوات علمية انا عارف ان السبب الاول والاخير هو ان سبحانه وتعالى لم يقر بس هو ربنا سبحانه وتعالى اخترني سبب عشان في يوم الايام ان شاء الله بإذن الله يقر لها جنين في الرحم فلازم اخذ بالاسباب العلمية عشان خاطر ابسط حاجة انا بقولهم انا لما اجي عيد المحاولة انا لازم اشوف ايه اللي انا هغيره في المحاولة الاولانية ايه اللي انا ممكن ازوده على المحاولة الاولانية ايه اللي انا مكنتش محتاجه في المحاولة الاولانية عشان خاطر سواء انا بعيد التنشيط سواء عندي اجنة مجمدة وهزرع الاجنة المجمدة دي فيما بعد فانا بشوف الخطوات اللي انا هتابعها بعد كده فاحنا بيبقى عندنا زي تشيكليست كده موجودة لو لم يحدث حمل انا بمحبش كلمة فشل محاولة الحالة المجهري انا بقول ان محاولة الحالة المجهري ما حصلش في الاخر اختبار الحملي فيها كان ايجابي في عندنا تشيكليست هنمشي عليها اول حاجة في التشيكليست بتاعها عدد البوايضات لطلعاتها السيدة هل عدد البوايضات لطلعاتها السيدة ده كان كافي هل عدد البوايضات اللي استطعتها السيدة دي كان بجودة كويسة هل أنا ممكن أحسن من جودة البوايضات بتاعت السيدة في المحاولة اللي بعدها هل أنا ممكن أزود من عدد البوايضات في المحاولة اللي بعدها طيب الخطوة اللي بعدها الأجنة اللي تكونت عندي في الآخر هل الأجنة دي كانت من الدرجة الأولى الممتازة ولا هل الأجنة دي كانت أجنة متوسطة ولا هل الأجنة دي كانت أجنة ضعيفة هل أطريت أنها زرع الأجنة بدري هل أن زرعات الأجنة متأخر عدد الأجنة اللي كان موجود بعد كده عندي كل ده دايماً موجودة عندي عشان أشوف أنا هعمل إيه في الخطوة اللي بعديها عشان كده دايماً السؤال لها بتسئله اللي لما يحدث حملة بالنسبة لها في أول محاولة حقن مجهاري تعيد المحاولة في نفس المكان ولا تشوف مكان تاني يعني بيقولولي ولا نغير العتبة ده مش جوازي جماعة هنغير العتبة عشان نشوف المحاولة بالعكس أنا في أول محاولة حقن مجهاري بتعلم حاجات كتير قوي خاصة بالزوجين إيه الأدوية التنشيط اللي بتتناسب معها البطانه بتاعتها بتبقى عاملة إزاي استجاباتها للتنشيط عاملة إزاي هرموناتها في أثناء التنشيط عاملة إزاي حاجات كتير قوي ممكن أخلي بالي منها لأن في أول محاولة أنا ممكن ملحقشي أصلح لحاجات اللي أنا خاتب يعني أنا جيت في نص التنشيط اكتشفت ان البطانه بتاعتها رفع البطانة بتاعتها مصلتش للسمك المناسب قدامي حاجة من اتنين يا اما هسحب وجمد الاجنة وازرع في دورة مختلفة يا اما لو البطانة متوسطة مع مستوها معقول هزرع الاجنة لكن ما ما حصلش حاملة انا هاخد بالي لان انا محتاج اركز على البطانة من بدري من بداية التنشيط عشان خاطر لما اوصل لمرحلة زرع الاجنة البطانة تبقى كويسة استخدمت معها انواع ادوية معينة من من المنشطات ولم تستجيب ليها جيت غيرت في نص التنشيط لادوية اخرى انا عارف ان المحاولة اللي بعديها سواء المحاولة دي انتهت بحدوث حمل او لم تنتهي بحدوث حمل ما انا ممكن هي حملت ما شاء الله وولدت وجاي تكرر المحاولة تاني بعد كده لان السبب اللي عشانه ما حصلش حمل موجود قائم مستمر فانا جاي اغير جاي اعيد المحاولة تاني انا عرفت بقى من المرة اللي فاتت ان هي بتستجيب لانواع معينة من المنشطات مهم بتفكرني الحكاية دي اللي انت قلتها دلوقتي دي بحاجة لطيفة جدا عشان اقربها بس لدماغ الناس الناس اللي بتلعب بلايستيشن مهم يلعب لعبة معينة مثلا اللي هو انا ماشي بقابل في طريق بقابل بقع جنود واعداء تجبيه اه اه اللي بيحبوا بلايستيشن يفهموا الكلام ده عشان اوصل في الاخر ان انا اوصل اللي بقى ده ده من النهائة خلاص اللي عبقى اه اه كسبت اه اه كسبت اه في الحال المجاني كده اللي بيلعب لما بيقعد يلعب مرة واتنين واتلاتة انا هستأزنك انا هستخدم اه اه هيعجبك قوي ليه بقى لان انا لما بلعب كزا مرة ببنا عارف ان في الحتة دي هطلع لي وحش من حتة ايوا بالذات عارفت منين من تجربة سابقة من تجربة سابقة من تجربة سابقة علمتني ان انا في الحتة دي في سهم بيجيلي من حتة ففي التجربة قبل كده وقعت انا في المقلة ده في الشمك فمش هقع في المرة التانية وهو ده فايدة التكرار انه نكراره في نفس المكان ده اتعامل معايا في محاولة سابقة وعارف كويس اوي ايه السبب اللي ممكن يكون او ايه العرقيل اللي وقفت بقصاد ان انا اوصل ليه اختبار حمل ايجابي نورت وشرفت ده نورة وابدعت كالعادة ضيف العزيزة القناة المال كبيرة لسوز دكتور احمد عبدالعيون استشاري اول امراض النساء والتوليد وتأخروا انجاب الاستشاري بمراكز دار الطب وعضوا جمعية الاوروبية الخصوبة وعلم الاجنة وعضو المجلسين المصري والعربي الامراض النساء والتوليد كان ضيفي فيه واحدة من سلسلة حلقاته الممتعة لماذا يفشل الحال الميجاري وما معنى كلمة فاشل الحال الميجاري ولفت النظري انه قال انه هذه الجملة ينبغي ان تتغاجر فاشل الحال الميجاري لا هي عدم تحقيق النجاح من منظومة تكنولوجية علمية معقدة اسمع الحال الميجاري يعني insufficient or unsuccessful attempted procedure ما نجحش وخطوة علمية ما نجحتش بس لكن فاشل لا هو مش فاشل لانه في كل خطوة وفي كل مرة يجرح الحال الميجاري بيعطيني معطيات ينبغي أن نستفيد منها بشكل كبير جدا جدا كل خطوة كل تجربة حتى لو لم تقلل في النجاح فهي جزء من نجاح قادم إليك إن شاء الله خليكوا دائما معنا سبحانه موسيقى 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 موسيقى